أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج لحظة انتباه زي ما وعدناكم كل حلقة معانا ضيف جديد ومعانا موضوع جديد هنتكلم النهاردة عن الجمعيات الخيرية ودورها طبعا نحن عارفين جمعيات الخيرية لها دور كبير جدا في مساندة المجتمع المصري الجمعيات الخيرية عندنا أكتر من خمسين ألف جمعية مسجلة النشط منها لا يزيد عن ألفين جمعية احنا في برنامجكم لحظة انتباه اتفقنا مع إحدى الجمعيات النهاردة معانا ضيف الحلقة الدكتور رمضان همام مرحب به أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا وسهلا بحضرتك يا فاند دكتور رمضان همام رئيس مجلس إدارة جمعية براءة العمال الخيرية ونائب رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة للجمعيات بالاتحاد الأقليمي بالجهزة أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا وسهلا بحضرتك يا فاند في البداية كده دكتور عايزين نتكلم عن دور المجتمع المدني في مصر بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لحضرتك يا أستاذة شهندة تحياتي للسادة المشاهدين تحياتي لأسرة القناة المجتمع المدني في مصر لديه دور كبير قوي لأنه هو بيشارك الحالات الإنسانية في الشارع وبيبقى دوره متوازي لدوره للحكومة فالحكومة عليها الدور الأكبر لكن المجتمع المدني بيساعد في تنمية الاقتصادية للمجتمع بشكل مهم تمام عايزين نتكلم مع حضرتك النهاردة عن الجمعية براءة العمال الخيرية وعيدنا نتكلم عن نشاطات الجمعية بسم الله الرحمن الرحيم جمعية براءة العمال الخيرية تم تأسيسها في سنة 2015 برقم إشهار 5802 بمجموعة من المتطوعين وأنا حابة أتكلم في البداية عن عمل الخير ومعنى كلمة خير معنى كلمة خير ربناها سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن في أكثر من موضع وقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا رد لفضلك وذكر برضو في مكان تاني إن الخير ضد الشر وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وده أحد أركان الجمعيات اللي بترتكز عليها الجمعيات بترتكز على الثلاث ركائز وهم عمل الخير والتطوع والهيكل التنظيمي عمل الخير هو ممارسة أي مساعدة أو أي نجدة أو أي تنمية بين الأفراد سواء كانت المساعدة دي مساعدة إنسانية أو تنموية أو بقية والتطوع بمعنى إن بعمل شيء من أجل الآخرين مضحي من وقتي ومجهودي وفكري ومالي من أجل إن أقدم خدمة لشخص آخر وطبعا ده تحت اللوائح والقوانين الدولية ولا يكون عملي هدف للربح بالنسبة للركنستاليس وهو الهيكل التنظيمي للجمعيات أي جمعية بتبقى لها هيكل تنظيمي وعبارة عن مجلس إدارة بيكون فيه رئيس مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس إدارة وأمين عام وأمين السندوق وكل واحد من دول بيكون له دوره بتحدده اللقاحة التنفيذية للجمعية وطبعا لابد إن الأعضاء دي تكون مؤهلة بإنها تستطيع إنها تعمل عمل جماعي في مجموعة لأن العمل الجماعي أهم وبيكون مفيد أكتر من العمل الخيري إن إحنا نستخدم كافة الموارد المتاحة بيتيح كمان إن يكون فيه تكافل بين الأفراد بيقدر الأفراد في العمل الجماعي إنهم يتبنوا مهام أكبر بكتير من عمل الفرد ولكن الجمعية عليها إنها تؤهل الكوادر دي عليها إنها تؤهل الكوادر دي بحيث أنها تقدر تقوم بالمهمة المنطقة بيها يعني تقدر تميز بين الحالات المستحقة وغير المستحقة لضمان وصول التبرعات للفئة المستهدفة والمستحقة كمان لابد إن الأفراد داخل الجمعية يكون عندهم دراية بترشيد الإنفاق يعني ويستحسن تكون هناك إدارة مالية لديها القدرة طب إيه اللي بيتم يا دكتور بقى لما حد بيروح يتبرع للجمعية أكيد بقى فيه بقى حاجات بتتكتب وبياخذ وصولات إنه هو تبرع وكده عشان بقرأ وبعده ما يكونش فيه مشاكل داخل الجمعية بالضبط في أي جمعية بتكون فيه وصولات تبرع عيني ووصولات تبرع نقدي وزي ما بقول لحضرتك وجود إدارة مالية بتتسم بدقة نظم المحاسبة ورصد المؤشرات المالية ده بيبقى ليه مرضوط كويس أوي إن الجمعية تشتغل شغلها بالشكل المزبوط برضو فق الأولويات بمعنى إن الجمعية لما تاخد تبرعات دي توديها للأماكن الأولى في الأولى بمعنى أنا عندي مثلا مشاريع النفع الدائم أهم من المنفع المقطعة يعني أنا لما أجيب حالة وأعمل لها مشروع فالمشروع ده ممكن بيدخل لها دخل شهري أحسن ما أديها منفع منقطعة برضو من فق الأولويات إن أنا لو عندي مشروع له نفع متعدي يعني بينفع أكتر من جهة وأكتر من فرد ده أفضل بكتير من مشروعات النفع القاصر لأن كمسلا كالتعليم برضو عندي مشروعات أو الحاجات الضرورية أهم من التحسينات يعني لو جات لحالة عايزة تعمل عملية مياه بيضة دي بتكون عندي أولى من حالة تانية عايزة تعمل تصحيح نظر وسيدنا يوسف عليه السلام قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ ظن عليهم فلما تكون فيه أمانة داخل الجمعية مع كفاءة وعلم فبتأدي الجمعية دورها بشكل كويس الجمعيات الخيرية بتسمى في البدانة العربية بمنظمات الجمعيات الأهلية وغير الحكومية لكن في الوقت المتحدة بتسمى المنظمات غير الهدفة للربح وفي الأوروبا بتسمى بالمنظمات الاجتماعية طب نتكلم بقى على أنشطة الجمعية جمعية براءة بقى احنا نعمل بقى تخصص نخص بقى الجمعية دي بالأخص جمعية براءة عايزين نتكلم على أنشطة اللي كان جوة جمعية واللي دارت بينكم عايزين برضو نتكلم في الأول عن الأشخاص اللي بتختاروهم للجمعية تمام طبعا جمعية براءة أطلقت شعار راحت بالك رسالتنا بمعنى أن احنا عايزين نشيل الهم عن أي واحد مهموم وده طبعا بنعتبر نفسينا دخل الجمعية شرف كبير لنا أن احنا نكون في خدمة أي حد مش بس ده تكليف احنا كلفنا به نفسينا لا ده شرف كبير أن احنا نكون في خدمة أي محتاج وده عملنا رؤية رؤيتنا في الجمعية هي تنمية وتطوير الأسرة وتحويلها من أسرة محتاجة إلى أسرة منتجة في مجتمع مترابط ميدين الجمعية عندنا كذا ميدان رعاية تنمية اقتصادية وتنمية علمية وتنمية ثقافية ورعاية الشيخوخة ورعاية ده والإحتياجات الخاصة للأنشطة طب بعد ذلك حضرتك يا دكتور احنا عايزين بقى نتكلم في جمعيات بتبقى خاصة بقى أن هي تبقى مثلا رعاية أيتام فقط رعاية معاقين فقط كده غير أن هي تكون مثلا لها كل المجالات ولا لا أكيد طبعا في بعض الجمعيات بتتخصص في رعاية الأيتام فقط في بعض الجمعيات بتتخصص في رعاية ده والإحتياجات الخاصة في بعض الجمعيات بتتخصص في حماية البيئة زي مثلا أصدقاء البيئة لحماية البيئة ولكن عندنا في الجمعية أنشطة بتاعتنا متنوعة يعني إحنا عندنا رعاية أيتام ورعاية الأسر الفقيرة وبناء المساجد وقامة الندوات التعليمية ونشر المعرفة التكنولوجية وتوصيل المياه وتركيب العددات للمنازل كل دي من الأنشطة بتاعة الجمعية بس حضرتكم بقى ما بتغضوش اللي هي يعني الأكيد عندكم أنه هو نقدي إن حد مثلا يتبرع بفلوس لا ممكن أي حاجة مثلا حد فقير جهاز عروسة عايز هو اللي يجيب لها الحاجة دي مش لازم يروح للجمعية وتفعلها فلوس والجمعية تجيب مثلا في ناس برضو على رغم مصدقية مثلا الجمعية وكده في ناس برضو بتبقى من جواها كده مش بترتاغل من الحاجة دي تعملها بنفسها بس عايز حد يدلها كجمعية مثلا كمثلا مدرسة يروحوا مثلا يقولها مثلا الطلاب اللي موجودين عندنا مثلا ما دفعوش مصاريف كده فبيتبرح هو مش لازم يروح للجمعية وكده تمام حضرتك لو داتيني الفرصة أكلمك على إحنا عندنا في الجمعية بدأنا بدراسة البيئة المحيطة وعرفنا المشاكل اللي موجودة وبعد كده عملنا إيه وهنعمل إيه البيئة المحيطة اللي إحنا فيها طبعا يعني عندنا أسر العائل فيها بيكون واحدة ستة أرمالة وفي بعض الأسر كمان الأطفال بيضطروا يتركوا التعليم علشان علشان يعملوا دخل الأسرة يشتغلوا يجيبوا دخل الأسرة عندنا برضو انتشار الأمراض نظرا لوجود بعض الطرع نظرا أحيانا كتيرا لقلة الوعي وفي بعض الأحيان فيها يعني الميا مش بتكون بالشكل نقي دي بتحتاج محطات تنقية برضو عندنا شباب كتير جدا بيشتغلوا في مصانع الطوب الشباب دي بتضطر أحيانا إن هي تشتغل أسبوع وطوع الثلاثة نظرا لأن الشغل ده شاق فإحنا بندرس إن احنا نعمل لهم مشروعات تنموية تحسن من كفائتهم وتحسن من مستقبلهم برضو عندنا شباب مدمن عايز حد ياخد بإيده برضو عندنا شباب متعلم ولكن مش عارف ينمي قدراته أو يكتشف ذاته طبعا ما عندناش أشياء رانين مغناطيسي ولا أشياء مقطعية ولا قسمينة مركزة درسنا البيئة المحيطة وبعد كده تحركنا عملنا يبقى إحنا وصلنا دعم عيني اللي حضرتك بتقولي عليه دعم عيني لعدد 500 أسرة وبنستهدف إن احنا نوصل الأسرة دي لألفين أسرة وبنرحب بقي متبرع إن هو يجي بنفسه ويشوف الأسرة دي ويديهم للتبرعات برضو بقى وزعنا 300 بطنية والحاف في خلال فصول الشتاء وطبعا إحنا بنستهدف السنة دي إن احنا نوزع ألف بطنية ولكن ده بيحتاج طبعا دعم الرجال الأعمال والسادة طب ده بقى بيحصل برضو في المؤسسات ولا الجمعية بتختلف عن المؤسسة الجمعية والمؤسسة الاثنين من منظمات المجتمع المدني طيب إيه الفرق؟ الفرق هو إن لما بيجي أسس مؤسسة أو أعمل إشهار لمؤسسة بتحتاج تخصيص مال المال ده بتحقدده اللقاحة التنفيذية للقانون الجمعيات وهو تعريبا بيتراوح في 50 ألف لكن الجمعية لا تحتاج هذا التخصيص المال كمان المؤسسة ممكن يؤسسها فرض واحد لكن الجمعية عايزة 10 أفراد مؤسسين بمجرد الإشهار المؤسسة بتكون مجلس أمنا ومجلس أمنا ده بيتم تعيينه من الأعضاء المؤسسين لكن في الجمعية بمجرد الإشهار بنفتح باب قبول العضوية وبيتم عمل جمعية عمومية بنختار منها الرئيس مجلس إدارة ونايب مجلس إدارة والأمين العام وأمين السندوق طبعا المؤسسة ممكن تسمى باسم فرض أو اسم لقب عائلة زي مؤسسة مثل دكتور مجد يعقوب مؤسسة دكتور سامير سينيور مؤسسة سويرس مؤسسة أبو العينين وأحيانا المرضو تسمى باسم عام زي مؤسسة مصر الخير لكن الجمعية بتحتاج اسم عام زي جمعية مثلا أصدقاء البيئة جمعية براءة كده بس ممكن المشاريع اللي تبقى تبع المؤسسة بتبقى يعني فيها توسع شوية عن اللي هي تبع الجمعيات هو ده بيعتمد على الأعضاء المتواجدين والمتطوعين في المؤسسة والأعضاء الموجودين في الجمعية طبعا زي ما قلت حضرتك لو أحلناهم وخلناهم أعضاء أكفاء وعكاة أنت عندنا إدارة مالية كويسة الجمعية هتشتغل شغله كويس والمؤسسة هتشتغل شغله كويس عندنا مثلا إحنا تم التعاون مع جهة منحة وعملنا محطة تنقيط مية ومستهدف أن نعمل خمس محطات آخرين برضو في الجمعية مثلا بنعمل قوافل طبية ممكن المؤسسة تعمل عندنا عملنا قوافل طبية للكشف عن أمراض العيون والعمليات مجانا وبنستهدف إن شاء الله إن احنا نعمل باقي التخصصات وطبعا بالشكر موصول للدكاتلة والأطباء اللي هم اتبرعوا بوقتهم في القافلة وبنرحب بمشاركة أي طبيب آخر الجمعية والمؤسسة يقدروا هما الاتنين برضو يشاركوا في تغيير سلوك الناس لأن تغيير السلوك ده شيء مطلوب جدا إحنا عندنا في الجمعية بعملين مستهدف إن إحنا نغير سلوك الأطفال من الصغر ونشجحهم على العمل الخيري والتطوير من الصغر ولو سمحتي لحضرتك يعني إحنا عملين تغيير سلوك شهريا بنعمله ندوات لأن السلوك ده حتى لو بسيط يعني مثلا لا تستهين بإنك تعلم ابنك ترتيب سريره أو ترتيب حجرته أو غسل الأواني لأن الحاجات الصغيرة ده بتعلموا الحاجات الكبيرة وده مش للطفل الصغير بس ده للكبار كمان لأن طبعا يعني لو أنت كشخص بدأت يومك بترتيب حجرتك ده يديك شعور بالفخر ويخليك أنت جده أنجزت أول مهمة في يومك آخر اليوم هتلاقي أن كل المهام اللي أنت أنجزتها ده كانت أول مهمة فيهم ترتيب الحجرة فلا تستهين بالأشياء الصغيرة لأن الأشياء الصغيرة دي هي اللي بتعمل الحاجات الكبيرة يعني حتى لو رجحت آخر اليوم وكان اليوم صعب وعصيب عليك هترجع تلاقي حجرتك مرتبة وهذا يمنحك شعور بالقناعة أن الغد هيكون أفضل إن شاء الله بنتكلم عن المشاريع اللي بتعملها الجمعيات والمشاريع اللي بتعملها المؤسسة يعني الجمعيات أغلبيتها مثلا ممكن يعملوا مثلا حاجة كده زي مثلا مكان الخياطة اللي بيجبوه يعلموا الناس عليها كده دي الحاجة دي بتبقى خاصة بقى بالفقرة بعد كده وإن هم بياخدوا الحاجة اللي بيخياطوها أو اللي بينتجوها من الحاجة دي بيودها للفقرة طب المؤسسات بقى أنا شايف المؤسسة بحس إن هي بتاخد طريق تاني خالص يعني إيه صاحبها مثلا ممكن يعمل مشروع اللي هو شخصيا داخل المؤسسة لا هي المؤسسة اسمة المؤسسة الخيرية ودور الحضانات المؤسسة بتعمل دور حضانات والجمعية برضو ممكن تعمل دور حضانات لكن هم مش بيبقى لصاحب المؤسسة لا ده بيخدم يأخذ العائد ويفعله بداخل المؤسسة أو داخل الجمعية ممكن يعمل منه مشروع تنموي تاني يعني مثلا فعلا احنا بدورنا بنجيب السيدات وبنعلمها الحرفة أو المهنة وبعد كده هي بتستمر فده بيعمل لها داخل سابت فالمؤسسة أو الجمعية العائد غير هادفة للربح العائد بيكون للمؤسسة أو الجمعية نفسها نرجع بقى لمشكلة الفقر في المجتمع المصري ده طبعا من أبرز التحديات اللي بتوجه المجتمع ككل هنا بقى بيتعظم دوركم انتو كدور منظمات المجتمع المدني كلمنا عن دور حضرتك كرئيس مجلس إدارة تمام حضرتك يا المؤسسات والجمعيات عموما بتحاول تحد من انتشار الفقر وتحد من انتشار التلوث والبطالة يعني عشان لا يكون هناك لا فقر ولا تلوث ولا بطالة وبتحاول تقرب بين الطبقات الغنية والطبقات الفقيرة بعمل زيارات من الطبقات الغنية للطبقات الفقيرة وبعمل ان احنا بنرفع مستوى وبنحسن مستوى الطبقات الفقيرة بمشروعات تنمية أو مساعدات فطبعا كده بنقرب بين الطبقات وبعضها في المجتمع طب عايزين نتكلم بقى ازاي نقدر نحفز الناس على جبر الخواطر وقضاء حاجات بعضهم تمام النقطة دي مهمة جدا ومطلوبة جدا وده دور الإعلام برضو انه هو يحفز الناس على جبر الخواطر وربنا سبحانه وتعالى لما حبي يقبر بخطر سيدنا محمد قال له ما ودعك ربك وما قاله ولا سوف يعطيك ربك فطرد وربنا سبحانه وتعالى عاتب سيدنا محمد لما قاله أحد الناس وكان أعمى ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجغول بدعوة آخرين فربنا سبحانه وتعالى قال له عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك العلو يزكر ربنا سبحانه وتعالى حتى كمان في قسمة المواريس قال وإذا حضر القسمة أولو القربة واليتامة والمساعة فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفة يعني لو تركب تتوزع وحضر العمى أو الخال وما لوش مراس أو حد فائد ربنا أوصل نحن نديله ولو جزء بسيط كشاء من جبر الخاطر وطبعا من كان سائرا بين الناس جابرا للخواطر أدراكه الله في جوف المخاطر الإنسان جبر الخواطر دي من أهم العبادات وطبعا أنا بقول لكل اللي بيسمعني لما تحس إن الدنيا ديائت عليك قوي أجبر بخاطر حد ربنا سبحانه وتعالى أكرم منك هيجبر بخاطرك إحنا في الدنيا دي نضغط من هموم الدنيا بجبر خواطر الآخرين قضاء الحاجات وقضاء الحاجات النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس إلى الله أنفعهم للناس والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ولئن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا ومن يصر على معسر يصر الله عليه في الدنيا والآخرة فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك كثيرا ولأن تعين الرجل على دبته لك بها صادقة ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أنطلق أخاك بوجه انطلق يعني حتى لو مش معاك ومش قادر تساعده يكفي الكلمة الطيبة والوجه الحسن علشان نألف بين الناس ونرتقي بالمجتمع يعيسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا طب عايزين بقى نتكلم عن موضوع تكافل وكرامة ما جبناش بقى سرته في الحلقة عايزين نتكلم عشان فيه ناس كتير قوي يعني فيه منها اللي فعلا مشت معا الأمور واخدوا وفيه منها اللي انقطعت عنه عايزين نعرف بقى الأسباب في الموضوع ده تمام بالنسبة للموضوع تكافل وكرامة ده شيء كويس جدا وإيجابي من الدولة وطبعا احنا قلنا الحمل الكبير على الدولة ان هي ترفع من مستوى الفقراء واحنا بدورنا كجمعيات ومتواجدين في الشارع بنقدر نوصل للحالات اللي هي مستحقة وبنرشحها لوزارة التضامن وزارة التضامن مشكورة في هذا المشروع بالفعل كان سبب في النوع يعمل دخل رئيسي لأسر كتيرة كانت محتاجة بنتمنى ان شاء الله الدولة تستقر أكتر وأكتر ونتمنى ان شاء الله حالة الفقراء تتحسن إلى الأفضل وربنا يبارك في كل حد عايز يساعد الناس الفقيرة أو المهمومة أو يخفف الأمراض عن المرض نرجع بقى لتاريخ الجمعيات عايزين بقى نتكلم عنه بتوسع عشان نفيد السادة المشاهدين معنا في الحلقة بدأ ظهور الجمعيات في القرن التاسع عصر وكانت الظهور لأول جمعية في مصر عام 1821 وهي الجمعية اليونانية بالإسكندرية وبعد كده بدأ التوالي الجمعيات وكان منها ما هو ذات طابع ثقافي وما هو ذات طابع ديني ذات طابع ثقافي زي جمعية المعارف اللي تم تأسيسها عام 1868 وجمعية مصر قبلها اللي كانت للبحث في تاريخ الحضارة المصرية عام 1859 وجمعية الجغرافية عام 1875 ومنها ما كان ذات طابع ديني زي جمعية الخيرية الإسلامية عام 1878 وجمعية مساعي الخير القبطية عام 1881 وبدأ تنتشر الجمعيات من عام 1900 إلى 1923 تم تأسيس 159 جمعية وبعد بسطور 23 من فترة 1924 لفترة 1944 تم تأسيس 633 جمعية بنتمنى كل الجمعيات تكون جمعيات شغالة بالوضع المتميز إن شاء الله أخذ من كلام حضرتك بقى في حلقتنا النهاردة إن المؤتمر الرئيس السيسي قال قدو على القرى الأكثر فقرا من ضمن مبادرة حياة كريمة تمام؟ دوركم إنتوا هنا بقى زي ما قال سيادة الرئيس من دور بقى مجتمعي مهم جدا للمنظمات المجتمع المدني بالمشاركة مع كل المؤسسات والجمعيات أنا بشكر حضرتك يا دكتور والله أسعدنا لقاءك معنا النهاردة وإن شاء الله يكون لك حلقات معنا أخرى وأنا بشكر حضرتك جدا أعزائي المشاهدين ياريت حلقتنا تكون نالت على عجابكم منتظروني في حلقات أخرى من برنامج لحظة انتباع شاند عمر كل يوم 12 عام الصباح